اشتركوا في القناة الزيارة التقين بالسيد مدير عام تربية 2 وستاذ وحيد تم مناقشة عدة الأمور التي يعاني منها هذه المعنسسة وهناك عدة مشاكل تم وضع تدليل بعض العقوبات التي واجهنها منها تسوية الميلاكات وكذلك تم مناقشة بعض المدارس التي قد أنجزت أعمالها ما يقارب إلى 85 أو 90% بإمكانية استلام هذه المدارس وافتتاحها من جديد لاستقبال أبناء الطلبة بهذه العام إن شاء الله أبدى خيرا سيد المدير العام بأنه قريبا سوف تشكل لجنة وتطلع استطلاع على هذه المدارس حول إمكانية فتحها قريبا إن شاء الله وكذلك تم مناقشة الأمور التي تخص الرواتب المدخرة في مديرية التربية هناك بعض الأمور الفنية أو إدارية سوف يطلق إليها السيد المدير العام ليوضح على أبنائنا أو الساتدنا في هذه المديرية ليطلعون على أمور التي تسير في هذه الدائرة نحن بدورنا خلال زيارتنا حيث لاحظنا أن المديرية تسير إلى قدم النساق بدون أي مشاكل وأي معويقات إلا سوى هناك بعض الأمور الإدارية خارج إدارة سيطرة إدارة مديرية التربية هناك أمور تتعلق في وزارة التربية وأمور تتعلق في تصاريح الأمنية طبعا هذه خارج سيطرة مديرية التربية تنينوى ونحن نشكر الجميع الذين يتعاونون مع دائرة تربية تنينوى ونشكر جميع الأعاملين في هذه المؤسسة وعلى رأسهم أستاذ وحيد بما قدمه وسوف يستمر في تقديم في هذه المؤسسة لإنجاح العملية التربية في محافظة تنينوى شرعت المديرية العامة تربية تنينوى لتهيئة التهيئة للعام الدراسي الجديد من خلال أدة تجراءات ابتدأتها بتأهيل الأبنية المدرسية حيث تجاوز عدد البنايات المؤهلة للاستقبال العام الدراسي 1850 مدرسة وتم تأهيل مدارس عديدة في الجانب الأيمن والمنطقة القديمة تحديدا إضافة إلى هناك لجان تسوية الملاكات من أجل تعمين هذه المدارس بالملاكات المطلوبة والسلام حصتنا من الكتب والقرطاسية من بغداد حيث وصلت واجبات الكتب والقرطاسية إلى أكثر من 80% ونتوقع إن شاء الله خلال هذا الأسبوع نكمل باقي الحصص لنصل إلى نسبة 100% إضافة إلى ذلك تمكنت المدرية العامة لتربية نينوى من تحقيق النقاط التي وضعتها المدرية وضعتها ضمن الخطة لمستحقات الكوادر التربوية من ضمن الإدخار والحمد لله تمكن من حصول على موافقة وزارة التربية بتعاون وجهد معالي وزير التربية إضافة إلى هناك رواتب شهر السادس 2014 تمكننا من حصول وتوزيع هذه الرواتب وانتظام الرواتب في المدرية العامة لتربية نينوى لما كانت تعانيه سابقا وكانت قناة الموصلية الغراء دائما تنقل معاناة الرواتب واليوم تمكنت المدير العامة من تجاوز هذه المرحلة ولدينا خطط لإكمال كافة المستحقات المالية لكوادرنا التربوية في القريب العاجل إن شاء الله والأمر المتعلق فيه التصاريح الأمنية متواصلين مع وزارة التربية ووزارة التربية مع مستشارية الأمن الوطني لإتمام ما متبقي من هؤلاء الذين لم تظهر تصاريحهم الأمنية ترجمة نانسي قنقر